انت مراكب تسيبوني انت مراكب تسيبوني علي مش عزيمكم علي مش عزيمكم ما كان بالامس البعيد استجداء لجموع الشباب ممزوجا بشيء من الخوف من مصير مرتقب لا يريدوه بدى اليوم اعلانا صريحا فصيحا ورغبة جامحة في البقاء وان كان على حساب الامانة والكرامة والعهود المكتوبة والمنطوقة التي دعت المصلحة ذات ضرورة في جنيف لتقديمها للوصول الى الكرسي الذي ما ان تربع فوقه بالطرق التي تعلمونه لا يرغب في التنازل عنه باي حال حتى وان دعاه ذلك الى دعوة الناس لنزول للشوارع تمسكا به وما بينهما من ترشح شابه عدم التزام بالقوانين الصريحة وتزوير لشهائد علمية كشفت زيفها الايام وكأن ليبيا التي انجبت الرجال والقادة الشرفاء والابطال قد عدمتهم اليوم او هكذا سوق له الوهم واليوم وخوفا من تحب البساط من تحت رجليه واللقمة من بين فكيه طالب المعني في لقاء مع المعالمات الفضليات بان دغدغ عواطفهن بوزارات ومزيد من التعهدات طالب من بوابتهن الشعب بالتمسك به وبحكومته التي غفل أو تغافل أنه ما جئ به وإياها إلا لمهام محددة لم يوفي له ولا حكومته والله يشهد بأي منها فلا الكهرباء التي وعد بها في الشتاء قد أدفأت البيوت المرتجفة ولهيئ البلاد الانتخابات تعهد يوما بأنه لن يتقدم لها وسيحترم نتائجها ويسلم السلطة يوم موعدها فإذا به يكون أحد قاتليها ملقياً كل الفشل على الحلقة الأضعف في حكومته مضحياً في سبيل بقائه بأحد وزرائه وكأن أمر الكتاب المدرسي جريمة لا يسأل عنها إلا الوزير المهوم بأنه المنقذ الوحيد بدى مرتجفاً كما لم يكن من قبل سالكاً في سبيل البقاء كل طريق كاشفاً عن نياته المبيتة في مواصلة مسيرة النهب المغلفة باستدرار العطف بقوله لن أترك ليبيا للعبث بها مرة أخرى وهذا هو وهم الزعامة الذي يدي بصاحبه في كل مسلك وإن كان غير سوي فمن كانت هذه رغباته وأحلامه وأوهامه يستحيل أن يتنحى يوماً عن الكرسي ولنا في التاريخ القريب والبعيد عبر لكنها الآن المتضخمة التي ما إن تطغى على عقل إنسان حتى تحوله إلى موهوم بالزعامة وحب البقاء ولكن الله يا ليبيا ترجمة نانسي قنقر